أبونا فيك تفسلناك شوي كيف مقصم الإديس يعني نحن نحن نحضر عن اسم أوله لآخره بس أكيد فيه مراحل بالإديس مقصمة لعدة أقصام فيك تفسلناها شوي أكيد بس لباب التسكير أنه الكنيسة الكاثوليكية المارونية عملت طبعة جديدة لكتاب الإديس هاي دي عملتها من بعد المجمع الفاتيكاني الثاني يعني سنة 1963 اتخذ الأرار بتجديد الأسرار بالكنيسة فأخذت على عتاقة الكنيسة المارونية بالتجديد وعملت طبعة سنة 2005 للكتاب المقدس يلي نحن اليوم منتبعه لما طبعت كان بعهد غبطة البطريارك مار نصر الله بوترس سفير وكان فيه لجنة الليتورجية عم تشتغل هي وياه وكان فيه أكتر من أربع خمس رهبان من رهبانيتنا من بيناتهم الأبات التابت أبونا حنخ واند الحبيس المعروف في كتير أبونا هاني مطر اشتغلوا بتجديد إذا بدك الإداس بالحلية الوضع الحالي يلي نحن منشوف كتاب الإداس اليوم الموجود بين إيدينا ليش؟ فالهدف مننا ليوضحوا تفسير الإداس ويبينوا كل قصم بقصمه يعني إذا منتطلع عملونا أول شيء هندسة جديدة للكنيسة المارونية كيف لازم تكون كنيسة؟ وين لازم يكون المذبح وين لازم يكون المكان الذي يعمد فيه الولد بيبلشونا كيف بده يكون اللبس كيف بده تكون إضاءة لأن الإضاءة إلى دور كتير فعالي اللي بترمز إلى نور يسوع المسيح بحياتنا كيف بده يكون الدخول إلى الكنيسة بأي طريقة يعني لازم يكون تطواف وهذا التطواف بيبين عن تطواف الملك يسوع المسيح إذا منتذكر مع بعضنا البعض بأحد الشعانين لما إجا كملك ودخل أوراشاليم فالتطواف بيبلش بالصليب شمعتين مبخرة وبخور كتاب الإنجيل الشماميسة ومن ثم الكهنة وإذا كان في أسكف إلى ما هناك وبيمشوا بتطواف بين الشعب وبيدخلوا إلى الكنيسة في عنا عدة تقاسيم أول شي منسمية خدمة اليوم لأنه كل يوم في عنده خدمة جديدة وكل أحد عنده خدمة جديدة مقصمة خلال كل السنة وبالخدمة اليوم منسمية مقصمة إلى قسمين أساسيين منسمية نحن القسم الأول والقسم الثاني القسم الأول منسمية نحن مناولة الكلمة يلي بتبلش بالمجدلة المجدلة يعني ببلش الكاهن المجدل للأب والابن والروح القدس بيرجع صلاة البدء بيرجع النشيد الملائكي إذا بتتذكر هون الكورال بترتل المجدل الله في العلا وعلى الأرض السلام ورجاء الصالح لبني البشر من بعد منا في عنا الفروميون أو السدر والسدر يعني منسمية نحن صلاة الغفران أو وضع البخور بهذا الوقت متل ما بتتذكر كمانا بيكون الكاهن عم يقرى فيه الصلاة 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 الفروميون والسدر وبذات الوقت صلاة الغفران بنشكر الآب والابن والثالوث القدس على محبتهم الكبيرة لإلنا وعلى إعطاءنا يسوع المسيح يلي إجا خلصنا من موتنا ومن خطيطنا وبهذا الوقت الكاهن يبخر بتشوف لأول مرة بالإداس الكاهن عم يبخر بيرجع من بعد منا في عنا نشيد البخور بيرجع صلاة العطر أو الشكر إذا بدك فيك تسميها ومن بعد منا بيجي التقديسات الثلاثة هوني منقول قدشات ألوهو قدشات حيلتونو قدشات لومو يوتو ليش بتقول لومو بالسرياني السؤال كتير حلو أول شي المعنى تابعهم قدوس أنت يا الله قدوس أنت أيها القوي قدوس أنت يا من لا يموت ارحمنا منقولهم باللغة السريانية لأن أقرب لغة للغة الآرامية يلي هي السرياني بس أرامي قبل مجيء يسوع المسيح يلي استعملها يسوع المسيح حتى يقال أنه يسوع استعمل ذات الكلمات اللي نحنا منستعملهم اليوم بالإديس كرمال هايكي تنحافظ على هيدا وعلى الطابع وعلى لغة يسوع المسيح رادت الكنيسة المارونية أنه بالعالم كله حتى لو كان مثلا الماروني موجود بأسراليا بكندا مثل ما نحنا موجودين بأمريكا اللاتينية بأوروبا أي بلد اللي كان وبأي لغة الإديس عام ينعمل فيه كان فرنسي إنجليزي اسبنيولي إيطالي بورتوجيزي أي لغة اللي كانت على الكاهن الماروني أنه يقول هادي الصلاوات باللغة السريانية ويحافظ عليها وهيدي بتظل شاركة كل المواريني بالعالم كلهم سوا مع بعضهم البعض بلغة وحدة لغة يسوع المسيح فإذا من بعد التقديسات الثلاثة قديشات ألوه في عنا مزمور الكراءات من بعد منا في عنا الكراءات الكراءات عنا كراءة من أولى من العهد الجديد والإنجيل من بعد منا ومن بعد الإنجيل في العظة عظة الكاهن فهيدي هاي المرحلة هاي دي منسميها نحنا أسم الكلمة من بعد منا في عنا مرحلة تانية صغيرة منسميها ما قبل النافور هلا بأسم الكلمة شو بيصير الكاهن بيقعد عن يمين المذبح ما بيكون وراء المذبح واقف بيكون قاعد على كرسي عن يمين المذبح والصلوات بيطليها عن الرية الرية اليمين مطرح ما بيكون جالس الكاهن بأسم الكلمة ما بيكون بعد إجاء على المذبح كل خلال أسم الكلمة لما بيجي وقت ما قبل النفور بيتقدم الكاهن من يمين المذبح وبيجي إلى المذبح بيسموه هون في عنا الاحتفال بالقربان بمعنى آخر من نقول يعني من نخلص العزاء من نقول نؤمن بإلهن واحد فهون من نثبت ومن أكد إيماننا من بعد مننا بيجي وفد من الناس حاملين القرابين من البدء الكنيسي وبيجوا من إلى المذبح وبيقدموا القرابين إلى المحتفل المحتفل بياخد القرابين منهم وبيوضعوا على المذبح منسميه زياحنا الأرابين مقدمة من إبال الناس نعم من إبال الشعب للكاهن ممثل المسيح ليحط على المذبح والمذبح منحط عليها من كرمة بالبخور كما هيك بيستنب بالبخور من بعد من بعد ما يجي القرابين وبيصيروا حاضرين على المذبح بتشوفونا لأن من بخر المذبح والقرابين اللي عليه من بعد من عنا القسم التاني للإديس يلي نحنا منسميه النافور